بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثالث تاهيلي فكري بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة ونحاول أن نحقق مزيد من الأهداف في المادة لكن تذكروا دائما أن نبقى في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهوية مناسبة أيضا أن نلتزم بالهدوثنا المتابع مع المعلم نحضر القلم والكتاب كتاب مادة لغتي ويجب أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة البالغين لمساعدتنا في عملية التعلم درسنا اليوم هو عن الأضداد ذكرنا في الدروس السابقة ماذا نقصد بالأضداد وأخذنا الكثير من الأمثلة في درس اليوم سنقوم بحل التدريبات الموجودة لديكم في الكتاب افتحوا الكتاب على درس الأضداد صفحة رقم 54 على النشاط رقم 1 الآن نريد أن نسترجع ما أخذنا في الدرس السابق لاحظوا أن أخذنا في الدرس السابق أن الأضداد معناها الكلمتين أي لدينا كلمتين اللتان لهما أو تدلان على معنيين متضادين أي كل معنى من معاني هذه الكلمات ضد معنى الكلمة الأخرى مثال أمامكم طويل قصير لاحظوا عندما أقول أبي طويل وأنا قصير لاحظوا طويل ضده قصير لكل منها معنى مختلف طويل قصير طيب المثال الآخر سريع بطيء عندما أقول الأرنب سريع والسلحفات بطيئة ماذا نقصد بسريع؟ أي أنه يركض بسرعة عالية طيب والسلحفات تمشي ببطء لاحظوا الفرق بينهما الأرنب سريع أي يجري بسرعة ويركض بسرعة والسلحفات بطيئة طيب هذه الكلمة ضد الكلمة الأخرى لكل منها معنى مختلف فعندما أقول الأرنب سريع معناها أنه يركض بسرعة ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة عالية طيب عندما أقول السلحفات بطيئة أي أنها تتحرك ببطء شديد عندما تنتقل من مكان إلى آخر طيب نحيف سمين عندما أقول القط نحيف والأسد سمين لاحظوا الفرق بين القط والأسد نحيف وسمين نحيف وماذا وسمين هذه العلاقة بين هذه الكلمات كلها نسميها أضدادا العلاقة بينها أضدادا كل كلمة ضدها الكلمة الأخرى إذن أبناء يكتبوا في الفراغ الأول في الأعلى باللون الأحمر أضداد أي العلاقة التي تجمع هذه الكلمات مع بعضها طويل ضده قصير سريع ضده بطيء ونحيف ضده سمين طيب الآن يريد مننا في النشاط رقم اثنين أن نكتب الكلمات التالية وأضدادا لدينا مجموعة من الكلمات في هذه المربعات كلمة ضدها في كل مربع يريد مننا في هذا النشاط أن نكتب هذه الكلمات نعيد كتابتها مرة أخرى على السطر في الأسفل سأقرأ هذه الكلمات وسنتعرف على العلاقة بينها غني ضده فقير إذن العلاقة بين هاتين الكلمتين هي الكلمة وضدها طيب مرتفع ضده منخفض أيضا العلاقة بينهما كلمة وضدها آخر كلمة أو آخر مربع سعيد ضده حزين الآن أريد منكم أن نعيد كتابة الكلمات على السطر حاولوا أن تنقلوا هذه الكلمات تنسخوها في الأسفل غني فقير لاحظوا كيف نسخناها باللون الأزرق في الأسفل إذا كان الطالب أو الطالب لا يستطيع الكتاب بمفرده يمكن لمن يساعد في المنزل أن يقوم بكتابة الكلمة على شكل نقاط ويقوم الطالب بالإعادة على هذه النقاط غني فقير الكلمة الثانية مرتفع منخفض أيضا لابد أن نكتب على السطر وبخط واضح قدر استطاعتنا سعيد حزين قوموا بنسخ هذه الكلمات كما تشاهدون أمامكم على السبورة طيب في النشاط الذي يليه يريد مننا أن نرسم خطا أسفل الكلمات التي العلاقة التي تربطها علاقة الكلمة وضدها طيب تذكروا أن الكلمة وضدها أي أن الكلمتين لهم معنيان متضادان عن بعضهما كما ذكرنا في الأمثلة السابقة الأرنب سريع والسلحفات بطيئة لاحظوا سريع ضده ماذا؟ ضده بطيء طيب المربع الأول الإثم المذنب هل هذه تدل على معنى كلمة وضدها؟ الإثم المذنب مثال الخطأ والمخطئ الخطأ والمخطئ يعني عندما يفعل شخص شيئا يكسره زجاجا مثلا كسر كوبا هذا التصرف خاطئ طيب والذي فعله؟ هل العلاقة بينهما كلمة وضدها أو العلاقة فعل وفاعل؟ إذن العلاقة هنا ليست كلمة وضدها لكن هنا الفعل والفاعل الذي قام بهذا الفعل إذن نستبعد أول مربع طيب اتسع ورحب اتسع تدل على أن الطريق كان ضيقا ثم اتسع طيب رحب تدل على مكان واسع وكبير المساحة هذه لها نفس المعنى إذن ليست كلمة وضدها ليست كلمة وضدها أيضا نستبعدها طيب سامحة وعاقبة سامحة وعاقبة أي أن هناك شخص فعل خطان فقمت بمسامحته طيب وهناك شخص آخر فعل خطان آخر فقمت بمعاقبته إذن سامحة وعاقبة كلمة ضد بعضها إذن هذه العلاقة بينها الكلمة وضدها طيب قديم وحديث عندما ننظر إلى الجوال جوال مثلا هاتف جدي قديم وهاتفي حديث لاحظوا قديم وحديث كلمتان ضد بعضهما طيب إذن هذه الكلمة وضدها إذن العلاقة التي تربط بين سامحة وعاقبة هي علاقة الكلمة وضدها طيب وقديم وحديث أيضا هي أضداد لذلك وضعنا خطا أسفلها طيب الآن يريد مننا أن نصل خطا بين الكلمة وضدها في هذا التدريب التسعى الأخير آذى هذا في العمود الأحمر في العمود الذي بجانبه الأول ضاق نفع طيب التسعى كان الطريق ضيقا ثم التسعى التسعى الطريق طيب ما ضده ضاقة أي ضاقة طريق إذن التسعى ضده ضاقة مثل واسع ضده ضيق واسع ضده ماذا ضيق هذا التسعى ضده ماذا ضاقة طيب الأخير ما ضده الأخير شخص يقف في آخر الصف ضده ماذا الشخص الذي يقف في أول الصف أخير أول أخير أول إذن الأخير ضده الأول طيب آذى شخص يؤذي الآخرين ويزعجهم ما ضده شخص يساعد الآخرين صحيح إذن هذا ضده نفع ضده نفع إذن هذه كل كلمة مع الضد المناسب لها قوموا بتوصيلها كما تشاهدون في التدريب أمامكم وقرأوا كل كلمة مع الضد المناسب لها طيب في النشاط هذا يريد أن نضع صحا أسفل الكلمات التي تدل على معنيين متضادين تكون العلاقة بين الكلمات الكلمة وضدها طيب البغض والحب أو الكره والحب هذه كلمة وضدها تكره شيئا معينا وتحب شيئا آخر تكره هذا الشيء أي لا تحب أن تفعله وتحب الشيء الآخر أي تحب أن تفعله إذن هذه كلمة وضدها إذن البغض والكره أو البغض والحب كلمة وضدها طيب الكفر والإيمان أيضا كلمة وضدها إذن أضع تحتها صح لأنها كلمتين متضادين كل كلمة منها تدل على معنى مضاد للكلمة الأخرى طريق وشارع لهما نفس المعنى الطريق والشارع لهما نفس المعنى إذن ليست الكلمة وضدها طيب وطن وبلد أيضا وطن وبلد لهما نفس المعنى لا تدل على كلمة وضدها إذن الكلمة ضدها هي الكفر والإيمان والبغض والحب نضع تحتها صح كما تشاهدون في التدريب أمامكم طيب العال نريد أن نقرأ هذه الكلمات ثم نضع الضد المناسب لها الكلمات الصواب المسن التسع الصواب عندما يفعل الشخص تصرفا حسنا مثال وجدت قارورة أو علبة مياه فارغة مرمية في أرضية الفصل قمت بأخذ هذه العلبة ورميتها في سلة القمامة هذا تصرف صائب هذا فعل صواب طيب ما ضده الشخص الذي يرمي المخلفات في الأرض أو القمامة على الأرض هذا فعل خاطئ إذن الصواب ضده ماذا ضده الخطأ الصواب ضده الخطأ طيب المسن الشخص الكبير في السن العجوز ما ضده شخص شاب إذن المسن ضده ماذا الشاب آخر واحد التسع كما أخذنا ضاقة التسع الطريق وضاقة الطريق إذن حاولوا أن تكتبوا الكلمات التي أمامكم أيضا على السطر ولاحظوا عندما تكتبوها أكتبوها بخط واضح إذا كنتم لا تستطيعون الكتابة بمفردكم يمكن للشخص الذي يساعدكم في المنزل أن يضع نقاطا وتقوموا بالإعادة على هذه النقاط الآن يريد مننا أن نقرأ الجمل ونستخرج الضادة الكلمات باللون الأحمر ونضعها في جملة مفيدة كما هو في المثال أمامنا طيب يقول انتهى العامل من عمله انتهى العامل من عمله لاحظوا الكلمة باللون الأحمر انتهى أي خلص العمل الذي كان يعمل عليه انتهى ضدها بدأ انتهى ضدها بدأ طيب ممكن أن نقول انتهيت من الوجبة أي أنني أكلت وجبة الغداء وانتهيت منها وأخي بدأ في الوجبة أي أن أخي جلس لتوهي على السفرة وبدأ يأكل إذن انتهى ضدها ماذا بدأ فتكون الجملة بدأ الطالب دراسته طيب لدينا الآن عمة الضوضاء الضوضاء هي الإزعاج والصوت العالي هذه اسمها ضوضاء ما ضدها عندما يكون المكان هادئا لا يوجد فيه إزعاج إذن الضوضاء ضدها الهدوء طيب ممكن أن نقول ساد الهدوء أي أن المكان هادئ جدا لا يوجد به أي إزعاج أو ضوضاء سارت السيارة بسرعة السيارة عندما انطلقت بسرعة تذكرون مثالنا الأرنب سريع والسلحفات بطية هنا بسرعة ما ضد السرعة البطء طيب تكون الجملة سار القطار ببطء سار القطار ببطء طيب يحيى المؤمن في سعادة سعادة ضدها شقاء طيب يعيش الكافر في شقاء تظهر الحشرات من جحورها تظهر أي تخرج طيب تظهر أي تخرج من هذا البيت تطلع من البيت أو من الجحر الذي تعيش فيه تختفي طيب نقول تختفي الدببة في فصل الصيف طيب الأمانة من محاسن الأخلاق لاحظوا كلمة محاسن طيب مساوية ضدها مساوية فنقول الحر من مساوية فصل الصيف إذن حاولنا أن نستخرج الكلمة باللون الأحمر نضع لها ضدا مناسبا ثم نقوم بوضعها في جملة مفيدة يمكنكم أيضا في المنزل أن تتساعدوا مع أفراد الأسرة أو مع أقرانكم داخل الفصل في حل هذا التدريب بتكوين جمل من إنشائكم بعد أن تحولوا أو توجدوا ضد الكلمات التي موجودة لديكم باللون الأحمر أتمنى أن نكون استفدنا من درس اليوم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته